صدر من مركز الصيدرة على الأمراض والأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية أو كما يعرف بالCDC إرشادات جديدة تتعلق بالأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا التطعيم الكامل حسب تعريف الCDC هم الأشخاص الذين أخذوا اللقاحات إن كانت أخذت لقاح فايزر أو موديرنا أخذت الجرعة الأولى ثم أخذت الجرعة الثانية وبعد الجرعة الثانية نطلق 14 يوم بعد مدة 14 يوم تعتبر أنت لديك التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا هذا القرار جيد جداً يعني على أساس أنه اللي بدو يشيل الكمامة بدو يكون عنده مطعم طعمين على أساس عنده وقاية ذاتية أما إذا مش مطعمه بدو يقيم الكمامة هيدا بيش في خطر عليه وعلى المجتمع اللي هو عايش فيه فأني طعام الطعمان يعني الآن في بعض المطارح بتفوت عليها بدون الكمامة على صعيد أن الطرم أنت مطعم ما فيش خطر عليك ولا على اللي حواليك أنا في بعض المحلات باقي تحترم قراراتها ما بدها لها تكون لبس كمامة كتير متاجر بلواية المتحدة الأمريكية تبعوا هيدا التعليمات مثل متاجر وولمارت مثل متاجر كوسكو وتارجت وماير وكبرى المتاجر الأمريكية أصدروا قرار يسمح للمتسوقين وحتى للعاملين في تلك المتاجر إذا هم تلقوا التلقيح الكامل أو التطعيم الكامل بعدم لبس الكمامة عند الدخول إلى تلك المتاجر بناء على نظام سموه هو الانري سيستم يعني ما بيطلبوا منك الفاكسينايشن كارك بس بيسألوك أنت وفيت هل يترى حضرتك أخذت التطعيم نعم أو لا إذا بتقول نعم فيك تفوت لجوه بدون أكيد ما تأخذ من كدومة تلبس الكمامة هلأ بالنسبة لألنا كمتاجر عربية حسب الجولة اللي نحن أجريناها في المدن والمتاجر العربية عم بيبين أنه المتاجر العربية إلى حد الآن لازالت تفرض على المتصوقين بأنه يلبسوا الكمامة عندها التصوق داخل تلك المتاجر لكون صريح معك أنا إنسان أوكي يعني أنه بصدق وبآمن بوزارة الصحة شو وزارة الصحة شو بقولوا هني مفيد أو مش مفيد للشعب هني الأكسبورت إذا قالوا هني للحكمة والناس للخبراء بهيك شغلات أنه نشيل الكمامات منشيلها إذا قالوا خلوها من خليها هذا القرار يعني بسراحة يعني زين الناس اللي ضربة أبار وملقها يعنيها ما قد تلبس الكمامة فالحمد لله يعني هذا الأمور كله زين طيبة والناس قاعدت يشتغل ورجعت العملها والبزنس كله مفتوح وإن شاء الله نتمنى الخير للجميع وسلامة للجميع أحافظ على صحتي وصحة إسرتي وصحة المجتمع بشكل عام حضرتك سألتني استجليل هل يحق لتلك المتاجر أنه تفرد على المتسوقين أنه يلبسوا الكمامة بشكل عام هذي المتاجر تعتبر مؤسسات خاصة ويحق للمؤسسات الخاصة حسب القانون الأمريكي أن تفرد القوانين الخاصة فيها اللي بترعى فيها اللي هي بترعى طريقة عملها فينا نمنعه قانونيا يس لأنه بعده الباليسي تبع المؤسسة هون ما بيسمح بدخول السوبر ماركت بدون الكمامة وهذا بالقانون عرفوا الناس عليه قالوا أنه لازم تحترم كل مؤسسة أو سوبر ماركت أو محل أو تجارة حسب الباليسي تبعهم نحن هون حاليا المؤسسة بتقول التزم بالكمامة والوقاية وإذا كان القرار بلبس الكمامة فأكيد رح أمنعهم لأنه في قرار وفي قانون يحكمني ويحكم الكاستمر أو يحكم أي شخص ثاني لكن ما دام أنه القرار بخلع الكمامة ما بأقدر أحكم على أي شخص أنه لازم يلبس الكمامة أو يخلعها أنا بالنسبة لي والله مرحف بي وباكن إن شاء الله مرتاح يعني أحلى لأنها ضيقنا كثير متضايق من الكمامة ضايق كثير كثير أنا بالنسبة لي بالنسبة للآخر أنا ما أعرف مثلاً اليوم أن أرحت معي صف في الكامستري كان يشرحنا بالكمامة ما فهمت ولا شي ما بلا نفهم قليل هذا الصعب في الدراسة بالذات لما ترس والله أفضل من أنك تدرس بالصف لأنه بالكمامة ما لا تقدر تفهم من الأستاذ ولا شي ترعالم كنت عم تسأل يعني كيف توصلوا الـ CDC لهيدا القرار التفسير الذي صدر من الـ CDC هو بأنه بعد إعطاء اللقاحات للمواطنين الأمريكيين تم المتابعة مع حوله الأشخاص وبناء على الدراسات العلمية التي أجريت وبناء على أرض الواقع تبين لهم أن كل من أخذ اللقاح والتطعيم الكامل أصبح لديه حماية شبه كاملة وبالتالي إلى حد ما استجليل تلك الإرشادات التي صدرت من الـ CDC هي تشجيع المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية على أخذ اللقاح نعتبر أن نحن هذه منسميها مثل بيركس مثل حوافز عم بيعطوها للمواطنين إذا أنت أخذت اللقاح تشلح الكمامة إذا أنت ما أخذت اللقاح سوف تستمر في لبس الكمامة